اشتركوا في القناة وقوة نتوقع متابعنا كرام سحب ستميز السواحة الغربية المناطق السحلية الوسطى والشرقية أيضا المناطق الهضاب العليا المناطق الوسطى الداخلية إلى غاية الأوراس غيوم أيضا ستميز شمال الصحراء والوحات من حين إلى آخر في الفترة الصباحية واجوة صافية مشمسة على باقي المناطق الجنوبية الجزائرية إن شاء الله في الفترة المسائية متابعنا كرام نتوقع أيضا سحب كثيفة ستميز المناطق السحلية وعلى جل السواحة للشرق الغرب والوسطى بالإضافة إلى المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية وهذا تمهيدا لوصول اضطراب جوي سيشمل المناطق الجزائرية سيكون بقوة ابتداء من التاسع عشر من شهر جنفي وعليه ستكون متابعنا كرام الأجواء غائمة بحول الله تعالى في الفترة الليلية اليوم السبتة وأجواء صافية على باقي المناطق السحراوية الأخرى إن شاء الله مع تزيل بعض السحب على مناطق الساورة إن شاء الله وشمال السحراء واللوحات نمر معكم من درجات الحرارة والبداية بدرجات الحرارة متابعنا كرام الدنيا إننا سنسجل أجواء باردة نسبيا ما بين سفر درجة إلى درجة واحدة على وليات باتنا خنش لو تبسعوا المناطق المجاورة كامل بواقي قسنطينا ما بين ثلاثة إلى خمس درجات مع وليات قلمة وسقراس وصولا إلى وليات سطيفة برج بورريج وإيضا لمدية لبويرة وولاية أيضا تيار تجلفة سبعة درجات وكل المناطق الغربية الداخلية السواحل الشرقية الوسطى والغربية سنسجل ما بين 10 إلى 11 درجة نفس المقياس تقريبا على السواحل الغربية مع تقريبا ارتفاع طفيف قد يصل إلى 12 درجة بحول الله تعالى المناطق شمال الصحراء والواحد 8 درجات مع مناطق الجنوبية الغربية الصهورة المناطق الجنوبية الشرقية ما بين 6 إلى 8 درجات وصولا أيضا إلى وليات إيليزي سنسجل تقريبا ما بين 12 إلى 8 درجات وبعض الأحيان على جانات ومرتبهات الهقار والتأثيري سنسجل ما بين درجة إلى درجتين تمرس وليت أدرار وبني عباس بالإضافة إلى عين صالح وبرج بجري مختار سنسجل ما بين 10 إلى 11 درجة بحول الله تعالى إلى غاية المناطق الحدودية مع دولة موريطانيا أما درجات الحرارة القسوة متابعين الكرام بحول الله تعالى سنسجل ما بين 10 إلى 12 درجة على كل المناطق الغربية الداخلية المناطق الوسطى الداخلية والمناطق أيضا الشرقية الداخلية ودرجات حرارة متقاربة على السواحل والمدن الساحلية وعلى طول الشريط الساحل الجزائري سنسجل ما بين 11 إلى 13 درجة على الشرق أما المغرب ما بين 12 إلى 14 درجة وصولا إلى السواحل الوسطى بحول الله تعالى 17 درجة على شمال الصحراء والواحات أيضا نفس المقياس تقريبا على المناطق الجنوبية الشرقية إلى غاية ولاية إليزي ومرتفعات الهوغارة والتصري كأقصى حد على تمرست ولاية أدرار برج برج مختار وعين صالح إلى غاية بني عباس ولاية تندوف سنسجل ما بين 21 إلى 22 درجة بحول الله تعالى أما الرياح متابينة كرام فستتكون في الموعد على أقصى الجنوب خاصة المناطق الحدودية مع دولة النيجر ما يؤدي لتطير البعض الرمال نتيجة الرياح التي تصل سرعتها إلى 35 إلى 40 كم في الساعة أيضا بعض الرياح ستهب على المناطق الحدودية مع دولة مريطانيا ومالي والمناطق إليت أدرار وجنوب إليت تندوف وإليت تمرست بحول الله تعالى للملاحة والصيد البحري متابينة كرام البحر سيكون هادي بحول الله تعالى والرأي الخضراء لكل الصيادين بحول الله تعالى على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية نذكر متابينة كرام البحر قد يكون مضطرب خلال السبتة مساء إلى الليل بحول الله تعالى على السواحل الشرقية والغربية نتيجة قدوم اضطراب جوي إن شاء الله كل الخير نتمنى لجميع كل السلامة نتمنى لكل السائقين هذا والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة